المتهم الرئيسي في جريمة الاختصاب الجماعي لفتاة هندية ينتحر في زنزانته في سجن تيهار بحسب ما أعلنت عنه السلطات الهندية إدارة السجن الذي يخضع لرقابة مشددة بعد الحادثة أعلنت اليوم أن المتهم شنق نفسه في حدود الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي الأمر الذي رفضه دفاع المتهم معتبرا أن موت رامسينج جريمة قتل وليس انتحارا هناك خلل ما فيما حدث رامسينج لم يتعرض لضغوطات تجعله ينتحر عائلة الضحية رفضت رواية الانتحار معتبرة أن موت ابنها دليل على فشل السلطات في حمايتها من جهتها أرجعت رئيسة اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المرأة في الهند مامتا شرم سبب انتحار رامسينج إلى شعوره بالعار وصرحت قائلة من الممكن أنه انتحر نتيجة للشعور بالعار والاكتئاب رامسينج كان قد مثل عدة مرات أمام محكمة الجناية في نيودلهي بتهمة القتل والاختصاب والاختطاف وكان يواجه عقوبة الاعدام